من متابعتي الأزواء كتير في المشاهدات السينمائية أقدر أقول أن الناس اللي ما بتحبش مشاهد العنف والدموية فعلا هم أقل ناس بيتكلموا عنها بينما الناس اللي بيحبوها بجد وبيستمتعوا بيها هم أكتر ناس بيهجموها خوفا من أن اللي حواليهم يقولوا أن عندهم نوع من أنواع الخلل النفسي فالمرة الجاية اللي تلاقي حد بيتساءل بحرقة مين في الدنيا بيستمتع بالمشاهد دي قولوا انت يا معلم زودها بقى كمان وقول أنك ما بتحبش البورن أحداث فيلم ماندي بتدور سنة 1983 وبتركز على التنائي ريد ميلر وماندي بلوم ريد وماندي بيحبوا بعض وعايشين مع بعض في بيت معزول قرب بحيرة في منطقة بعيدة عن التحضر وفي يوم من الأيام جيرمايا ساند مدعي النبوة بيشوف ماندي وبيتهوس بيها وبيطلب من أتباعه أنهم يجيبوا هالو وبيعملوا كده فعلا بالاستعانة بعصابة البلاك سكولز وبيسيبوا ريد متكتف وفي حالة ما بين الحياة والموت ولكن ريد بيحرر نفسه وبيروح وراهم في طورة انتقام غاضبة جدا فيا ترى نتيجتها حتكون ايه ويا ترى مصير ماندي حيكون ايه فيلم ماندي اشتهر مؤخرا بوصفه الفيلم الجديد بتاع نيكلس كيج اللي على غير العادة حلو وده ببساطة لأن نيكلس كيج بقاله سنين طويلة جدا بيعمل أفلام كتيرة جدا وكلها فقيرة جدا سواء على المستوى الفني أو التجاري أو الدرامي أو أي حاجة بس قبل ما نقرر مع بعض ما إذا كان الفيلم حلو ولا لأ تعالوا نديله حقه من حيث الوصف والتصنيف فيلم ماندي مش عادي أو بسيط زي الانطباع اللي ممكن يجلنا من الحبكة اللي أنا حكيتها دي فنيا الفيلم غرقان في حالة من التفرد على مستوى التصوير والموسيقى بتخلي تجربة المشاهدة في نقطة الالتقاء ما بين إنك تبقى عايش في حياة الهافي متل وما بين إنك تبقى عامل دماغ كل كدر مرسوم بصورة شديدة التقنق ومتلون بصورة شديدة التطرف وده خلها كلها لوحات مش زي أي حاجة شفناها قبل كده سواء في المرات اللي بتبقى شبه الحلم الجميل أو المرات اللي بتبقى شبه الكابوس المزعن وموسيقى الرائع الراحل يوهان يوهانسن بتضيف بعض ملحمي لكل الكدرات دي وبرضو بنفس درجة التفاوت في بعض الأحيان بتبقى ملائكية جدا وفي أحيان تانية بتبقى شيطانية جدا أما على المستوى الدرامي فالفيلم مقسوم نصين النص الأول أغلبه مخصص لتقديم الحبكة والشخصيات بيتخلى لها مشاهد كتير فنية بزيادة وما بتضيفش كتير للحبكة ودايما بتديلك انطباع إن الفيلم عاوز يقول حاجة غير اللي انت شايفه والمشاهد دي معتمدة بشكل كامل على المتلقي يا إما تلاقلها معنى يا إما مش هتلاقلها معنى ولكنك مش هتقدر تنكر قد إيه هي حلوة وقد إيه معمولة بحرفية النص الثاني بقى مهرجان عنف ودم والعنف ده رغم إن فعلا نسبته مرتفعة ولكنه مش أسوأ أو أصعب حاجة شفتها في حياتي يعني وبرضه متقدم بشكل فريد جدا وبرضه واقف عند نقطة الالتقاء اللي اتكلمنا عنها بتاعة الهافي متل والدماغ دي لحد دلوقتي ما جاوبناش على السؤال البسيط الفيلم حلو ولا لأ؟ أو بمعنى أبسط عجبني ولا لأ؟ فمن غير لف ودوران الفيلم عجبني وعجبني جدا والعدد كبير من الأسباب السبب الأول هو إن القصة والحبكة واضحين جدا ومترتبين بشكل منطقي هي قصة انتقام عادية جدا وشبه مئات قصص الانتقام اللي شفناها قبل كده وأنا الصراحة عمري ما بازهق أو بتعب من قصص الانتقام لو معمولة بشكل كويس السبب التاني اللي خلى الفيلم يعجبني يتعارض نسبيا مع عدم تفضيلي عمتا للأفلام الفنية وماندي فيلم فني أو أرت هاوس بنسبة كبيرة مش لمجرد إن القصة والحبكة بتوعه مترتبين ومنطقيين يبقى فيلم سهل أو تجاري زي ما قلت الفيلم فيه عدد كبير من المشاهد الغير مفيدة سواء في بناء الشخصيات أو في بناء الحبكة فيه مشاهد طويلة جدا وبدون أي أطعاط مخصصة يا إما لحوار غير مباشر يا إما لتفجر مشاعر فيه مشاهد مجنونة جدا لاستعراض أثر بعض المخدرات على بعض الشخصيات وفيه اختيارات غير معهودة في تقديم مشاهد الأكشن والعنف دي بكل تأكيد مش أكتر مشاهد أنا استمتعت بيها خصوصا لما كانت بتبقى أطول من اللازم أو بتيجي بشكل متتالي أو بتيجي ده غير لو بتيجي لو حد بيقول أن أنا برمي كلام أوسي وعموما المشاهد الفنية دي بتبقى شخصية جدا وأتصور أن السر فيها بالكامل يسأل عنه مخرج الفيلم بانوس كوزماتوس ولكن ما أقدرش أقول أن المشاهد دي كانت مزعجة بالنسبالي أولا لأنها حلوة جدا على مستوى تجربة المشاهدة وثانيا لأنها ما استهنتش بمشاعر الشخصيات كل الشخصيات مفهومة بشكل كامل وأنا عن نفسي وصلني استيعاب تام لكل أهدافها وكل دوافعها وبالتحديد طبعا بطلنا وانتقامه وغضبه وقدراته وده يقبنا للسبب التالت اللي خلى الفيلم يعجبني وهو الأداءات التمثيلية أداء نيكلس كيج على فكرة لا تطور ولا تغير هو بس توظف في مكانه المناسب ومكانه المناسب ده هو فيلم مجنون ابن مجنونة فيلم يستفيد من هستيريا ردود أفعاله ومن تمثيله المبالغ فيه بشكل يميزه هو كمان ومش هو بس لاينس روتش اللي عمل شخصية جيرمايا معدي تكسيد دقيق جدا للشرير المجنون النرجسي اللي مصدق نفسه واختيار توظيفي رائع كمان لأنه هو ده وش الشر التمانيناتي فلما تتفرج عليه بعيون شخص تحت تأثير المخدرات في مشهد طويل وبدون أطعاط بأسلوب التصوير المتأنق المتطرف بتاع بانوس كوزماتوز ومدير تصويره بنجامل لوب وموسيقى يوهان يوهانسند حتى لو أنت مش فاهم هو بيقول إيه بالزبط بس حتستمتع بيه ماندي يمكن اعتباره فيلم ماذر بتاع السنة دي عنده قصة مباشرة بس واضح جدا أنه شايل حاجات كتير تحتها يختلف عنه بس في أن رمزياته شخصية بصورة أكبر وبناء عليه مش واضحة على الإطلاق ومع ذلك أنا طلعت بنظرية مريحاني ولو الفيلم شجع حضراتكم هيخليكم تعوزوا تفكوا شفرته وده ممكن يكون ممتع في حد ذاته تقييمي لفيلم ماندي هو 8 من 10 وتوضيحين مهمين التوضيح الأول المفروض أنه هو بقى واضح دلوقتي وهو أنه فيلم مش لكل الناس ومش لكل الأدواء والتوضيح التاني أن للمفاجأة فيه مشهد إضافي بعد تتر النهاية مناقشة الحلقة إيه هو أكتر فيلم عنيف ودموي شفتوه واستمتعتو بيه ياريت تساهموا برأيكم في الكمنتز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي